راحت عبد الرحمن كفيت وفيت عبد الرحمن اليوم وصف يعني الذي وصفته وصف محب وصف صادق نحن اليوم سوف يمعاك في هذا الموضوع اليوم تتكلم عن النمط الذي تتكلم فيه اسمه ولي راحت هذا النمط القيادة هذا الأمر لا يكتسب هو فطري اليوم قع على أكبر دعم شهدته الرياضة السعودية يعني كان بإمكان أي قائد آخر يحاسب بأدق التفاصيل أنا وفرت لكم أسكرات وفرت لكم مكافآت اللم تسبق ومع ذلك لم يستخدم هذا السلوء استخدم النمط القيادة الذكي يخفف الضغوط عن فريق العمل هو يعلم أنه لدي عدوات عظيمة جداً في الملعب وأنه تمتلك المهارات وتمتلك المستوى الفني اللي ممكن يخلي المنتخب السعود يقدم نفسه بشكل جميل ومع ذلك يعلم تماماً سموه هو سموه شاب ومحب للرياضة ومطلع عليها ويعرف أنه الضغوط يمكن أحد الأسباب التي تخلي دائماً مشاركاتنا غير جيدة في كاس العالم نفس المجموعة تطلع تشاركها في كاس آسيا وفي التصفيات يقدم مستويات جميلة ولكن حينما نذهب كاس العالم نجد هذه الضغوط تجعل اللعبة يعني يقدم مستويات غير جيدة اليوم سموه لي العهد القاعد والدعم الأول لرياضتنا و بالرغم الدعم الكبير الذي قال لي قدم يأتي و يقول لكل لاعب وهم يستمعون بحضور وزير رياضة و بحضور رئيس الاتحاد اللعبة و بحضور المدير الفني الذي يعتبر اسم كبير في كواتل القدم اليوم و يستمع اليوم هذه محاضرة و لا محاضرة يعني الفنية التي تسبق قبل القادمة تكون معتمدة على الأمور النفسية التي يتكلم فيها المدرب أو القائد الفريق أنه نركز و نبتعد عن الضغوط إلى آخره اليوم قاعد يستمع من سموه لي العهد ترى واقعها أكبر بكثير من أن اللعب يستمعها من المدرب اليوم زي ما قلت أدرحمن أنت اليوم برينارد أسعد للسعداء لما يسمع الكلام زي هذا المدرب يبسط لما يسمع القائد الفريق يتكلم مثل يتكلم مثل هذا لما يكون قائد بحجم ولي العهد فهنيئا لنا مثل هذه القيادة و اللعب اليوم ما لهم عذر استمتعوا لا نرع نضغطهم سنقول استمتعوا استمتعوا اليوم حتى في مسألة الجلوس اليوم إذا تتكلم على يمين سمو سيدي و وزير الرياضة و يسارة رئيس الاتحاد و بجانب الأمين العام و نعب الرئيس و بجانب المدير الفني المنتخب السعودي يعلم رينارد مدى التقدير بالنسبة لهذا التواجد اليوم يعلم مدى الحمل اللي يتواجد عليه سيد رينارد اليوم